تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 498 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 106 أطنان وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة نجحت الوزارة في ضبط قرابة 4 أطنان فضلا عن ضبط قرابة 102 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي كما تم ضبط 718 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 147 قضية خبز نقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات